اشتركوا في القناة للدخول في الإسلام فهو سادس من أسلم فمن هو هذا الرجل كان إماما فقيها مفسرا كبيرا فمن هو كان من أعلم الصحابة بالقرآن يقول والصحابة يسمعون ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت ولو أعلم أن أحدا غيري أعلم بكتاب الله تناله المطايا لراكبت إليه وتعلمت منه فما أنكر عليه واحد من الصحابة اعترافا بفضله وعلمه فمن هو هذا الرجل هو أول من جهر بالقرآن في مكة أول صحابي يجهر بالقرآن ويسمع الكفار في مكة سيدنا الذي سننزل ضيوفا عليه في هذه الليلة فمن هو شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يحبه جدا ويأذن عليه أن يدخل في بيته وكان صاحب سر رسول الله وصاحب سواكه وصاحب طهوره وصاحب وساده يعني سره وصاحب نعله فمن هو هذا الرجل كان من أندى الصحابة صوتا بالقرآن تسمعه كده يأخذ قلبك تسمع القرآن منه كأنه لؤلؤ يتحضر من فمه غدا طريا وكان النبي يحب أن يسمع القرآن منه فمن هو هل عرفتموه هذا الصحابي كان نحيف البدن نحيل الجسم لكنه كان قوي الإيمان عظيم العلم وأنتم تعرفون أن الله لا يقدر الرجال بالكيلو ولا بالرطل إنما يقدر الرجال بالقلوب والأعمال فاللهم أصلح قلوبنا وأعنا على عمل الصالحات وتقبل منا يا كريم هل عرفتموه لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الإمام الحبر مع فقيه الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري رضي الله عنه تقولي لسه برضو ما عرفناهوش لقاؤنا يا بركة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقاؤنا مع الإمام الفقيه عبد الله بن مسعود كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين شهد بدرا وأحد والخندق وكل المشاهد مع رسول الله وهاجر الهجرتين هاجر إلى الحبشة وهاجر بعد إلى المدينة وهو سادس من أسلم قال أسلمت قبل أن يدخل النبي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم وكان صاحب سر رسول الله وصاحب وساده وسواكه ونعليه وطهوره في الصفر قصة إسلامه كان عبد الله بن مسعود يرعى الغنم لسيد من سادات مكة عقب بن أبي معيط كان ابن مسعود يعمل عنده راعي غنم وكان رضي الله عنه مخلصا أمينا ورعا لا يمد يده أبدا على حرام لا في جاهلية ولا في إسلام والنبي قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا إذا فقهوا هذا كان من الخيار في الجاهلية وكان من الخيار في الإسلام في يوم من الأيام كان ابن مسعود يرعى الغنيمات ويسرح بها حيث الكلأ والعشب فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه في خير يوم طلعت فيه الشمس على عبد الله بن مسعود فقال النبي له يا غلام هل من لبن فقال نعم ولكني مؤتمن فقال النبي فهل من شات لم ينز عليها الفحل يعني يعني شا لم تحمل ولم تلد يعني ضرعها يابس ليس فيه لبن لأنها لم تحمل ولم تلد فهل من شات لم ينز عليها الفحل قال قلت نعم ثم أتيته بشا قال فمسح النبي بيده الشريف على ضرعها فامتلأ لبن الله أكبر فحلب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب وناول الصديق فشرب ثم قال للضرع أقلص أقلص فعاد كما كان يابسا ليس فيه قطرة لبن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ذهل ابن مسعود ذهل مما رأى ثم قال يا هذا علمني من هذا القول فقال له رسول الله إنك غلام معلم أنت في مستقبل الأيام هتبقى من أكبر العلماء إنك غلام معلم قال ابن مسعود فأخذت من فيه سبعين صورة لا ينازعني فيها أحد استجاب الله لدعوة رسوله لابن مسعود بأن يكون معلم ابن مسعود بيقول أنا حفظت من ثم النبي سبعين صورة من القرآن لا ينازعني فيها أحد انبهر ابن مسعود بما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمضي إلا قليل حتى أسلم رضي الله عنه وكان في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه ظل يلازم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كظله لا يفارقه في ليل ولا في نهار ولا في حل ولا في طرحال فتعلم من أخلاقه وأخذ من هديه ودله وسمته وأدبه وعلمه الكثير والكثير والكثير روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت من رسول الله وقريب الهدي من رسول الله حتى نأخذ منه أكابر التابعين رأوا سيدنا حذيفة قالوا دلنا على صحابي هديه سمت الظاهر طريقة كلامه كذا كذا قريبا من النبي محمد عشان نأخذ منه على طول فقال حذيفة ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا دلا يعني إيه يعني سيرة وحالة ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا برسول الله من ابن أم عبد يعني من عبد الله ابن مسعود هذه شهادة حذيفة بن اليمان في عبد الله ابن مسعود كان لعبد الله مكانة كبيرة جدا عند رسول الله لدلجت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك ونخش بيتي في أي وقت أول ما الحجاب يرتفع سطارة تتفع كده ادخل البيت ولك أن تسمع سري إلى أن أنهاك إلى أن أنهاك والحديث رواه مسلم لدلجت أن بعض الصحابة كانوا يظنون أن ابن مسعود من آل بيت رسول الله من كثرة دخوله وخروجه خروجه سيدنا أبو موسى الأشعاري صحابي قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا زمانا نحسب أن ابن مسعود رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله وخروجه هو وأمه على النبي صلى الله عليه وسلم رواه السيخان شجاعته بقول لك ابن مسعود كان نحيل نحيف وقصير كمان ومع ضعف البنية ونحالة الجسد إلا أنه كان يملك قلب أسد الشجاعة مش بالطول ولا بالعرض ولا بالعضلات ممكن تجد إنسان طول سارية المسجد طول عمود الجامع وفي صدره قلب أرنب جبن جدا وتجد وقت تاني جلد على عضم وفي صدره قلب أسد ابن مسعود كان بيملك قلب أسد أخرج الطبري في تاريخه وذكره الكرطبي في تفسيره وسنده صحيح قال اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط فهل من رجل يسمعهم صحاب النبي قالوا لسه مكة ما سمعتش القرآن فيش حدي فيش حدي فيكو كده شجاع يسمعهم فقال ابن مسعود أنا أنت قالوا إنا نخشاهم عليك إنا نريد المقام المقام في الضحى وقريش في أنديتها في وقت الضحى أبو جهل عمله أعدى وقعد حوالي الألاضيش بتوعه وأبو لهب عمله أعدى وعقب عمله أعدى في أنديتها يعني في المكان اللي بيجلسوا فيه بيجتمعوا فيه في صحن الكعبة قام ابن مسعود وقف عند ما قام سيدنا إبراهيم وهم ينظرون ويسمعون أبو جهل وابو لهب وأبي بن خلف وعقب بن أبي معيت الفطاح أكابر المجرمين فصرخ فيهم بصورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فجنه وقاموا عليه يضربون ويضربون ويضربون حتى أدموا وجهه وجرحوه في أذنه بل قال بعض العلم أن أبا جهل قطع له أذنه ثم تركوا فانصرف إلى أصحابه وأثروا الضرب في وجهه وبدنه فقالوا هذا الذي خشينا عليك ما إحنا ألنالك قال والله ما كان أعداء الله أهوا علي منهم اليوم وإذا شئتم عدت بمثلها غدا قالوا حسبك لقد أسمعتهم ما يكرهون لا كفاكد إيه شجاع دي إيه الجسارة دي إيه قوة القلب هذه هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهاده مع ضعف بنيته ونحالة بدنه شهد كل المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك العبرة ليست بالأجساد العبرة والله بالقلوب 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 كل المعارك التسعة وعشرين غزوة للنبي غزاهم أو السبعة وعشرين غزوة للنبي غزاهم كما قال بعض أهل العلم عن الاختلاف في العدد كلها شارك فيها رضي الله عنه وفي غزوة بدر هو الذي أتى النبي برأس فرعون هذه الأمة تدرون من هو فرعون هذه الأمة إنه أبو جهل من الذي حز رأسه بالسكين من اللي خلص عليه خالص عبد الله بن مسعود الذي قتله أولا ضربه وأصابه وأبرده غلامان معاذ بن عفراء ومعوذ أبو جهل الحيطة ده اللي خلص عليه غلامان كل واحد عنده 13 سنة 12 سنة 14 سنة بالكتير أيوة ضربه أحدهم بالسيف فنزل على رجله فطارت رجل أبي جهل كما تطير نواة البلح مش تعورت أو قطعت وقعت طارت قامه ربنا قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله راما فجاء صاحبه الآخر ونزل بالسيف حتى أبرده وقع بس في الروح فقال رسول الله بعد المعركة من ينظر ما صنع الله بأبي جهل حطولي خبره مجروح ولا مأتل ولا هرب فانطلق ابن مسعود وقال أنا آتيك بخبره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد أبا جهل مجندلا في دمائه فصعد ابن مسعود على صدر أبي جهل الله أكبر ده اللي كان بيتضرب في مكة ده اللي انت أطعت له وإذنه ولا قرحت آله في مكة ضراع الغنم المسكين طلع على صدر مين بقى كبير مكة على صدر أبي جهل فنظر إليه يا أبو جهل متحسرا وقال يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا مش بيقوله يا راعي ده بيقوله ايه يا رويعي تصغير راعي يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا بأنت تصعد على صدري أنا لمن الغلب اليوم قال لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ثم حز رأسه بسكين أخذه من لحيته وحز رأسه وجاء بها يجري يا رسول الله قتلت أبا جهل خلصتكم من أبي جهل دكتور بأذن بأذن ولا لا 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 ولا السعفة الزهبية ولا المأشة البرونزية لا يا راجل دينا يشين يا راجل يا طيب اسمع روى أحمد والطبراني والحديث بمجموع طرقه صحيح صعد بن مسعود رضي الله عنه يجتني سواكا من شجرة أراك وكانت وكان دقيق الساقين رضي الله عنه فجعلت الريح تكفأه وجعلوا يضحكون فجاء رسول الله فقال مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه طلع على شجرة يقطع حت السواك شوية هوا هبوا الهوا يطيروا بقولك نحيف ونحيل والبنية ضعيفة هيقع وبعد رجلير صياحة أوي أوي فالصحابي بصوا كده وابن مسعود الهوا بيطوح وهيقع ورجلير فيع خالص فضحكه فالنبي مما تضحكون قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد الله الله لهما أثقل في الميزان ميزان حسناته من جبل أحد الله الله لا يقدم الوسيم القسيم الحلو المليح الفاسد على الدميم الأسود المريض الصالح العبرة عند الله ليست بالصور ليست بالعضلات ليست بالكيلو العبرة عند الله بالقلوب بالإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى سواركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى يوم القيام بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة ثم قال قرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بابن مسعود رجل رفيعة أتأل من جبل أحد والأمة الإسلامية كلها النهاردة أخف من الأش مش النبي صلى الله عليه وسلم قال توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أمن كلة نحن يومئذ يا رسول الله هل يبقى أمة هفأ يعني كل كلاب الأرض تنهش فينا نتقطع في برمة وندبح في سوريا ونتقطع في فلسطين ونمزق في أفغانستان وعباد البقر يكلوا أرضنا في كشمير ليحنا أمة كده تفهى يعني أمن كلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير زي الرز العدد في اللمون على طريقة على طريقة قول الشاعر إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكني لا أرى أحد يعني مؤثر عدد الحصى عدد الحصى والرمل في تعدادهم لكنك إذا حسبت وجدتهم أصفار لا قيمة لا قيمة قال بل أنتم كثير ولكنكم غساء ما هو الغساء الزبد فققع الهواء اللي مع الموج الأمة كلها في وزن فقاعة هواء ابن مسعود رجله أتقل من أحد ليه لأنه كان موزون بالقرآن والسنة كان صابغ حياته بقال الله قال رسوله كان لا يتحرك ولا يسكن ولا يحك رأسه إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا جبنا كل مناهج الغرب جبنا زبالات الأفكار جبنا نفايات العقول وقعدنا نقول بقى علمانية لبرالية مهلبية وطركنا النور القرآن والسنة وكان الشافعي رحمه الله يقول رأيي في أصحاب الكلام بتقول المناهج التفهى أي حاجة في أي حاجة أي حاجة في أي حاجة يقول رأيي في أصحاب الكلام أن يوضعوا على حمير بالمقلوب وأن يطافوا بهم على العشائر وأن يضربوا بالجريد وأن يقال هذا جزاء من عصى الله ورسوله هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود والذي نفسي بيده لهما يعني ساقي أثقل من جبل أحد يعني في الميزان أيضا وسام آخر وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر ابن مسعود روى الترمذي والحاكم وصححة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود ده النبي بيقول لنا امسكوا في الراجل ده تمسكوا به خذوا منه تعلموا منه أي شرف والنبي يدل الأمة على أن تتمسك بعهد واحد من تلاميذه ده وسام يسوي الدنيا بحلها أما كراءته الندية الجميلة الغضة الطرية للقرآن فاسمع أخرج الحاكم والأرنقوت والحديث حسن الإسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين أبي بكر وعمر وعبد الله قائم يصلي نبي معدي ماشي سيدنا الصديق على يمينه سيدنا عمر على يساره وابن مسعود في الجامع مش شايفهم وابن يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد ثم قال لما رأى عبد الله يدعو ابن مسعود في الصلاة مش شايف النبي لسه بيدعو أخذ في الدعاء فقال رسول الله سل تعطى كل دعاك مجاب سل تعطى فكان فيما سأل الله من أنه قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وأسألك مرافقة نبيك محمد في أعلى جنات الخلد من نبي يؤمن يقوله دعاك كل دلوقتي مجاب الله شفت دعاءه ما قال لش عايز عربية عايز عروسة حلوة كل للأخرة لا بأس أن تدعو للدنيا وللآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بس اجعل جل دعاءك للآخرة اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد في الجنة بقى وأسألك مرافقة نبيك محمد في أعلى درجات جنات الخلد فأتى عمر عبد الله يبشره يبدو أن النبي قال الكلمتين دول ومشي وابن مشعود لسه في الصلاة ولا سامع حاجة ولا دريان بحاجة فأتى عمر إلى ابن مشعود يبشره يا ابن مشعود هنيالك يا عم دم بارح وانت بتصلي النبي قال كذا وكذا وكذا ودعائك مجاب ودعالك وكذا فجاء ليبشره ريح للبيت فوجد عمر أبا بكر خارج من بيت ابن مسعود سبقه عشان يبشر ابن مسعود فقال عمر لأبي بكر إنك لسباك للخير ما فيش مالا مرة أعرف أسباك فيها يا أبا بكر سباك بالخير يا أبا بكر شوف الدرس هنا أما تعرف أي حاجة تفرح أي حد تعرفه فرحه هو أنت مجيش منك خبر حلو أبدا في واحد كده كل ما يقابلك يديك خبر يسد نفسك هرأي الشيك كالله يرحمه صلى الفجر يوم في يوم من الأيام وبعد الصلاة واحد قال له يا مولانا شفت لك رؤية قال له قول يا سيدي قال له حلمت إنك موت قال له عشان استريح من وشك يعني بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكلمة الطيبة وكان يعجبه الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم نعم وأخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود قلت يا رسول الله أقرأ القرآن عليك وعليك أنزل دانت الشيخ الكبير دانت أستاذ الأسجزة دحن تلاميذك وخدمك وحد يعرف يقرأ القرآن زيك يا رسول الله هو وحنا بنستمتع بقراءة حد زي قراءتك أنا عايزك تتخيل أنك وقف بتصلي والنبي محمد هو اللي بيقرأ دا الوحد لو يموت من الفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشتهي أن أسمعه من غيري الله يرضى عليك بروز لكلمة أشتهي أشتهي أن أسمعه من غيري نبي حب يسمع القرآن بيشتهي يسمع القرآن مش البعض لو أطال الإمام دقيقة في الصلاة يزمجر وينفخ ويغضب ويحمر ويصفر ويقوم ويقعد ويقيم الدنيا وبعدين يرجع يشوف التمثيلية ويقلب منها على التمثيلية وهات برنامج المقالب يا ولا وهات عشر ساعات في الهيافة وإذا أطال الإمام في الخطبة أو في الدرس أو في الصلاة قامت الدنيا ولم تقعد صلى عثمان ببعضهم يوما فأطال شيئا يسيرا فزمجر بعضهم فقال عثمان والله لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم مش أي حد بيحب أي حد بيحب يسمع كلامه ويقوله كرر كلامك تاني وحصل إيه قلو كذا وكذا طب قولي تاني أي حد بيحب حد كده حب يسمع كلامه أوي حتى لو اتكرر قدامه ألف مرة ده كلام ربنا كلام حبيبك كلام خالقك قال النبي اقرأ علي يا ابن مسعود قال أقرأه عليك وعليك أنزل قال إني لأشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت عليه صورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فغمزني برجله فإذا عيناه تذرفان وفي رواية قال فقال لي حسبك خوفوا ابن مسعود من الله قال مسروق قال رجل عند ابن مسعود ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين لكني أحب أن أكون من المقربين بقول أنا عايز ما بقاش في الجنة من أصحاب اليمين أنا عايز طلباتي في الجنة أبقى من المقربين فقال ابن مسعود لكن هاهنا رجل ود أنه إذا مات لا يبعث يعني نفسه لكن هاهنا رجل ود أنه إذا مات لا يبعث يعني نفسه قال أبو وائل قال أبو وائل قال عبد الله بن مسعود وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي ولا يعرف لي نسب قال ابن مسعود وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي ويقال عبد الله بن روث لا يعرف لي نسب قال لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم على رأس الطراب ولا ضربتموني بالنعال ليه هو كنزاني أبدا قاتل أبدا سارق أبدا مرابي أبدا خايف من ربنا خايف لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم على رأس الطراب ولا ضربتموني بالنعال وكان يقول رضي الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية مش العالم هو اللي بيطلع كل يوم في الفضائيات وليه ستين سبعين برنامج في ستين سبعين قناة وعمل مئة كتاب وعنده أخمس ستة لف شريط وق العلم مش بكثرة الرواية إنما العلم الخشية مردود إيه إنت حافظ كويس وبتهز المنابر أخبرني عن أخلاقك كلمني عن أدبك كلمني عن معاملاتك مع الناس هو ده العلم ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية وفي القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما كنت بالله أعلم كلما كنت منه أخشى علمه وفقه أخرج البخاري في صحيحه قال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لراكبته إليه فما أنكر عليه الصحابي أي وكلات مظبوط أنت سدنا وتجرستنا وعلمنا وأستاذنا وأخرج البخاري عن شقيق ابن سلم قال خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة ووالله لقد علم أصحاب رسول الله أني من أعلمهم بكتاب الله ولست بخيرهم قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقول الناس فما سمعت رادا يقول غير ذلك يعني كله إيه أقره على كلامه تواضعه في العلم مع العلم الكبير ده كان في قمة التواضع يا أخي مش شايف نفسه العالم العلامة ولا الحبر الفهامة ولا العبقري أبدا قال حبيب قال حدثني أبي عن ثابت لعله ابن قيس أو لعله يقصد زيد بن ثابت قال خرج ابن مسعود رضي الله عنه ذات يوم من المسجد فأتبعه الناس مش يوراه فوقف وقال ألكم حاجة مشين وراء لي ألكم حاجة قالوا لا ولكن أردنا أن نمشي معك قال ارجعوا فإنما هي ذلة للتابع وفتنة للمتبوعة إيه كان يا سلام واحد يخطب الجمعة كده والناس تمشي وراء ودي بوسئ دي ودي عايز مش عارف إيه قال الكلام ما ينفعش ارجعوا ارجعوا فإنما هي ذلة للتابع وفتنة للمتبوع طوقيره لرسول الله أخرج أحمد والحديث رجاله ثقات عن مسروق رحمه الله قال حدثنا عبد الله يوما فقال قال رسول الله فرعد حتى رعد الثياب ثم قال أو نحو ذا أو شبيها بذا خيف يزود حرف أو ينقص حرف من حديث النبي خيف توقيرا لرسول الله وعن عمر بن ميمون قال اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يحدث فيها بحديث من أحاديث رسول الله قاعد في الدرس بقالي سنة بتعلم منه بقالي سنة محدث بحديث من أحاديث رسول الله إلا أنه ذات يوم جرى على لسانه قال رسول الله قال فعلاه الكرب وش أصفر لونة خطف فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحضر من جبهته ثم قال مشتدركا أو قريبا من ذلك أو فوق ذلك أو دون ذلك خايف أستسمع النبي بيقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار خايف خايف من هذا الوعيد يوكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطرائف التي دارت بين ابن مسعود وبين عمر وتثبت علم ابن مسعود ما ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة عن الشعبي قال ذكروا أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لقي ركبا في صفر فأوقفهم ونادى عليهم من أين القوم القافلة فيها ابن مسعود وعمر ما يعرفش فعمر رئيس المسلمين بيحب يسأل الناس كان أحيانا يمشي في السوق ويسأل الباعة عن فقه البيوع قول لي يا ابن ايه معنى ربا الفضل وربا النسيء ايه معنى ربا بالعينة ايه كذا ايه كذا واللي ما يعرفش يجاوب يعلوه بالدرة ويقول لا تبع في سوقنا إلا إذا عرفت هذا العلم وإلا وقعت في الربا شئت أم أبيت النهاردة المزيعين بيوقفوا الناس في الشوارع ها قول لي من اللي جاب الجون الرابع في متشة اربعة اتنين بتاع الزمالك والأهلي مثلا قول لي من اللي جاب آخر هدف في كاس العالم سنة ستة وتسعين مثلا هيافة وتفاهة وخيابة عمر بيسأل الناس عن دينهم مر ركب فيه ابن مسعود وعمر لا يعلم فأوقفهم عمر وأمر رجلا أن ينادي عليهم من أين القوم فجاء الجواب أقبلنا من الفج العميق لمسعود بيقول له واحد قل له كده بيلقنوا الإجابة عمر بيسأل من أين القوم الإجابة تخرط ثلاث أربعة ثواني وجد بقى من الفج العميق قال وأين تريدون قال البيت العتيق قال عمر من الفج العميق إلى البيت العتيق إن فيهم عالم فوقف يسأل بقى هو فقال أي القرآن أعظم فجاء الرد الله لا إله إلا هو الحي القيوم سيدة آي القرآن فسأل أي القرآن أحكم فجاء الرد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائذ القربة الآية فسأل عمر فأي القرآن أجمع فجاء الرد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فسأل عمر فأي القرآن أخوف أكثر آية خوف فجاء الرد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به فقال عمر فأي القرآن أرجى إيه أكثر آية فيها رجاء تطمن كده فارجاء الرد كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فاحتار عمر وقال هل فيكم عبد الله ابن مسعود فخرج وقال نعم يا عمر قال كنيف ملئ علما تنحيف يا أخي كده وعمل زي الصباح يعني بس إيه جاب العلم كنيف ملئ علما كنيف يعني وعاء يعني وعاء علم كنيف ملئ علما كنيف ملئ علما وعن مسروق قال شاممت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم قد انتهى إلى ستة مسروق بيقول أعلم الصحابة ستة عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وأبو الدرداء رضي الله عنه ثم قال فشاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم قد انتهى إلى رجلين علي وابن مسعود نماذج من فقه نماذج بس رجل وضعت امرأته مولودها الأول وجمد اللبن في ثديها واشتكت فقام يمتص من لبنها ويمجه يبسقه ليخفف عنها فسبقت جرعة من هذا اللبن إلى جوفه فذهب يسأل أبا موسى الأشعري فقال أبو موسى أصبحت أمك أمك في الرضاعة واذهب إلى ابن مسعود اسأله وارجع إلي بجوابه راح الراجل يا ولداه بيتنفض وسأل ابن مسعود ده حصل كذا وكذا وكذا وابو موسى قال لي كذا وقال لي بيت أمك فقام ابن مسعود وقال تعالى معي وذهب به إلى أبي موسى وقال يا أبا موسى أترى هذا الأشمط رضيعا الشحط ده رضيع يا راجل أترى الأشمط يعني اللي دأنه بقت بيضة في سودة أترى هذا الأشمط رضيعا يا أبا موسى إنما الرضاع ما كان في الحولين الحرم بالرضاع بتثبت بأن الرضاع يكون في الحولين وبخمس رضاعات مشبعات فقال أبو موسى لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم يا ناس يا خلقه ما حدش يسألني تاني أبدا ما ده من الراجل ده موجود ده أعلم مني بكتير لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم الله زقتك تغنية معا فلوس لا واخد شوية دهب شوية فلوس وخرج الله راح فين قالت زكاة زكاة مالي قال على أحد أحوج مني ومن أولادك قالت حتى أسأل رسول الله فذهبت تستأذن يا بلال قل لرسول الله إن زينب تريد أن تستفتيك فدخل فقال الرسول بخفة ظل ودمه الجميل قال فأي الزيانب بقول يا رسول الله زينب بره عايزة تسألك في سؤال قال أي الزيانب ما في زينب بنت جحش وزينب زوجة بن مسعود وزينب بنت النبي أي الزيانب قال زينب زوج بن مسعود فذهبت وقالت يا رسول الله هذه زكاة مالي أردت أن أخرجها على الفقراء فقال ابن مسعود أنا فقير وأولادك مساكين نحن أولى من غيرنا قال صدق ابن مسعود ده إقرار من النبي بأن الرجل ده عالم وأي وحدة عنده فلوس جزها غلبان ينفع تدي له زكاة مالها وينفع تدي لابنها زكاة مالها لأنه لا يجب عليها أن تنفق عليه ولا على الأولاد بخلاف الرجل ما ينفعش الرجل يدي زكاة ماله لمراته ولا لعياله لكن هذا أيضا من علمه رضي الله عنه نمازج من أقواله وبها نختم كان يقول إن للقلوب شهوة إقبال وإن للقلوب فترة وإدبار إن للقلوب شهوة وإقبال وإن للقلوب فترة وإدبار فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها يعني إيه يعني أنا ناوي أقرأ كل يوم جزء خلصت الجزء ونفسي مفتوحة أقرأ اقرأ اتنين وثلاثة وعشرة أنا بقيم الليل ناوي أصلي في كل ركعة بربع صليت كده وحسد بالخشوع ودقت حلوة القرآن خليها ربعين سلامة نفسك مقبلة على الطاعة اغتنمها ومن أقواله أيضا والله الذي لا إله إلاه ما على وجه الأرض أحد أولى بطول السجن من هذا اللسان وكان يقول كلمة جميلة يقول من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يصل إليه السراق فليفعل يعني تصدق ابعث لبنك الرحمن عشان تفرح بمالكة في الآخرة ضع كنزك في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يصل إليه السراق وكان من كلامه كل يوم عيد في عيد الفطر أول ما رمضان يخلص في العيد ابن مسعود يقول كده أيها الناس من منا السعيد الفائز فنهنيه ومن من البائس الخاسر فنعزيه حق لمن صام رمضان كله وقام رمضان كله وختم القرآن واعتمر وأخرج الزكاة وفطر الصائمين وسعى في حاجات المسلمين حق له أن يفرح في يوم العيد وحق للمضيع المفرط أن يمد يده ليأخذ العزاء في رمضان أيها الناس من منا السعيد فنهنيه ومن من البائس الخاسر فنعزيه الرحيل بعد حياة مديدة كلها علم وعمل وجهاد نام ابن مسعود على فراش الموت فجاءه خليفة عمر جاءه عثمان خليفة عمر رضي الله عنه يعوده في مرضه فلما دخل عليه أمير المؤمنين قال يا ابن مسعود ما تشتكي إيه لي بوجعك ما تشتكي قال زنوبي زنوبي قال فأي شيء تشتهي قال مغفرة ربي ورحمته قال ألا آمر لك بالطبيب قال إن الطبيب هو الذي أمرضني ولم يلبس أن مات رضي الله عنه ودفن بالبقية مع الصحابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا 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 شكرا